لم تقابل خطوة تشكيل قوة مسلحة طائفية باسم الحج الشعبي سنادا إلى فتوى الجهاد الكفائي بارتياح الرأي العام العراقي في العام 2014 بعد سيطرة تنظيم داعش على الموصل ازدادت هذه الهواجس والمخاوف الشعبية من هذه القوة بعد اتضاح حقيقتها وهي أنها قوة مسلحة ملحقة بفيلق القدس الإيراني وأن الغالبية الساحقة من قادتها مرتبطون بمرجعية المرشد الإيراني خامنئي رغم تنظيمها بقرار برلماني على كونها تشكيلا عسكريا يتبع القائد العام للقوات المسلحة تحولت هذه القوة صاحبة السلاح المنفلت إلى أول عسكري يجرف كل من يقف أمامها في الداخل العراقي وتعدت تحركاتها العسكرية الساحة العراقية إلى ساحات الصراع المجاورة في سوريا واليمن ولبنان وفق توجيهات وأوامر الحرس الثوري كما سيطرت هذه الميليشيات على كل المفاصل الاقتصادية في العراق عبر مكاتبها الاقتصادية المنتشرة في كل محافظات العراق ولم يعد خطرها مقصورا على المحافظات المنكوبة وسكانها بل صارت بعض القوى السياسية الشيعية تتحسس هذا الخطر المتصاعد والجاهز للتوظيف في مشهد الصراع على السلطة كما هو جار الآن بين التيار الصدري وإطار الميليشيات التنسيقي ولذلك تصاعدت الدعوات من القوى الطائفية كالتيار الصدري وغيره إلى حل الحجد ودمجه في القوات الأمنية لانتفاء الحاجة إليه بعد انحسار تنظيم داعش لكن المفارقة هي أن قادة الميليشيات الولائية العمود الفقري لميليشيا الحجد صاروا يطالبون بدمج الجيش والقوات الأمنية في الحجد باعتباره صاحب اليد الطولة والكلمة الفصل في عراق ما بعد عام 2003